أعربت أمال أحمد عبدالعال بنت محافظة الفيوم عن فخرها وسعادتها لتكريمها من رئيس عبدالفتح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وأكدت أمال فخرها بناجح مشروعها حيث استلمت رأس ماشية ضمن مبادرة الرئاسية لتحسين سلالة الثروة الحيوانية عالية الإنتاج كما أشارت إلى أنها متزوجة من رجل من ذوي الهمم ولديها أربعة أبناء وسهم المشروع في تحسين دخلها والإنفاق على تعليم أبنائها